ورجعت تاني لشكل الطبيعي مهيب بقرم مني هو عمالي بصلي ازاي ازاي حصل كده وازاي كنتي وانا كمان كنتي اردمش كده ده كتاب ايه ده ومهيب كان لسه يمسكه بس انا شدته منه لا يا مهيب ما تلمسش الكتاب ده ده كتاب ملعون في الاوي كان بحقالي كل اللي انا عاوزاه وبعد كده تقلب الموضوع وبقى بيعمل لعنات ده حاجة كده زي المزوح السحري هو نفس فكرته بالزبط يعني تقريبا بس خلاص انا دلوقتي مش هتمنى اي امنية مش عايزة حاجة غيرك واني انا نعيش مع بعض بعين عن اي مشاكل سكت شوية هو عمالي بص على الكتاب ايه اللي فيهمه ان الكتاب ده خطير خلاص يا سكر افل الكتاب ويلا نمشي من هنا كنت لسه قافل الكتاب بس شفت الكلام المكتوب هيرجع كل شيء زي مكان وترجع تاني لقطة السفر رميت الكتاب وجرت على مهيب ومسكت ايده لا انا مش عاوزة اي فلوس خط كل حاجة مش عايزة اي حاجة غيره هو مهيب وبس ومرة واحدة محستش بنفسي غير وانا في شقة القديمة وارجعت تاني لنقطة البداية اللي جيه بالساهل هيروح بالساهل وهي كل حاجة كانت معايا روحت الفلوس والعربية والفلا حتى مهيب اكيد مش هيفتكرني فتحت الباب وخرجت روحت الشوية سكر حصل لك ايه يا بيت وملك متبهدلك ده ليه هي الولية المفترسة اللي اسمها سعادية عملتلك حاجة مش يوسبني مش يوسبني يا شوشو انا كنت بحبه قوي هو انا عملتي عشان يحصل فيه كل ده انا هموت من غيره هو مين اللي يتشكي في قلبه اللي سابك ده وانا هطيان لك عيشته وانت يالي تتدربي في قلبك ما قلتش له ان انت بتحبي وبعدين بزمتك هنتحب على ايه جاتنا واكسة ده احنا افقر من الفقر يا بيت احنا بقنا على الحديدة اول ما قلتلي كده عيضت اكتر هي فعلا عندها حق موهيب اكيد نسيني خلاص حاولت شوشو تهديني وعملتلي عشاء وشاي وفلت عماته اظهر معايا بس انا مش عارفة تخطى اللي حصل لده انا حبيت موهيب قوي ومش هقدر يعيش بعد عنه ومش عارفة تخطى ده تلعي الصبح وشوشو رحت على المصنع وانا جات في دماغي فكرة معنى اللي حصل ان انا الوحيدة اللي كنت عايشة في الحلم ده وان كل شيء لسه زي ما هو رسمتي كام رسمة الفساتين كانوا عاجمين مستر حسن ورحت على الشركة كان كل اللي يشوفني كان يستحقرني ومش عايزين يدخلوني حتى قابل مدير الشركة عندهم حق انا فعلا شكلي فقير وهدومي مش قد كده بس انا بقى مش هيقص عمو حسن مش زيهم مش هياخد بالمظاهر حاولت كتير قوي وفي الاخر ما كانش فيه اي امل وعرفت ان هو مش موجود النواردة في الشركة بس الحمد لله طالعايش رجعت القوضة بتاعتي وانا عمالة عايش مش ممكن استسلم للظروف طول ما انا شغالة مع سعادها كنت تحت بتاخد مجهودي وشغلي وتنسبه ليها وانا قعدة لقيت خبطة على الباب كانت شوشو فتحته كانت مسكة شنطة في ايديها خذ يا بيت يا سوكة جبتلك كسكشرة انما ايه حلوة يا بيت يستهيل بقك انا مش عايز اكل تعالي دخلي عملت ايه النواردة في المصنع ولا عملت حاجة هتفضلي كده يا سكر منك كده يعني يا بيت تنسي بق اللي باعك بعيد وكمان ببلاش او حتى تبراعي بي بس طلاب قرف وقلت لها هدي ايه شغل التكاتج ده انا بفكر في حاجة تانية خالص دخلنا وعادنا نتكلم ويا مسكة الصور وتتفرج على الفستين ايه رأيك يا شوشو نشتغل في مكان تاني غير المصنع في رجل سمعت عنه ان هو عنده شركة بس كويس قوي وطيب ولو عرفنا نشتغل معاه هيكون احسن من سعاد دي مليون مرة ادي على كدفك يا سكر بصراحة سعاد دي مزودها قوي وبتستغل لنا بس هنعمل ايه لو قعدنا في البيت مش هنلاقي ناكل انا موافقة نروح بس هنروح ازاي نقدم على الشغل المشكلة ان انا مش عارفة قبله ولا حتى دخله الشركة الحرس هناك رخم قوي طب يا بيت ما تعرفيش عنوان بيته نروح نبرشط عليه ونرخم عليه لحد ميزق من نانا ايوه عرفه هو ساكن في فيلا بس عاوزين نلبس حاجة شيك كده بس كده سيبيها علي انا رح اقدر تأمين كده حلوين من بوتيك بوكيتاكا ده عندهم تشكيلة تهبل والله بعد بوكيتاكا دوت انا مش متفقلة بس ماشي زبطي ونروح بكرة خرجت شوش على محل تأجير الهدوم وبعد كده رحي تنام انا بابا اتقعد وعمل افكر في مهيب وتاني يوم من صبح سحت من النوم على صوت الباب رح تفتح لقيت البيت شوش ومسكة شنطتين ان 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 مفادئة يا سكر جبتلك طاقم انما ايه شياكا ودي دي دي شياكا دي دي اناقة ولا يا بيت الممثلات في مهرجان الجونة خدي بقى ايه سيجوريني كده هاتي هادخل البس في الحمام دخلت ولقيت الفستان كاللونه برطقاني فائع كده وفي كرانش كتير قوي خرجت وقفت قدام المراية يا مصبتي يا مصبتي ده ايه الفستان ده ده كارثة ده مش فستان ابدا ده ايه القرف ده بصحيح انا ما اخترتش الفستان دي البيت دحكت علي تقريبا كده عشان دفعت في الكنين خمسين جنيه البيت استخسرته فيي ورامت للزبالة دي ده انا هروح اجيبها من شعرها بصت على الفستان بجد مش طيق اشوف بس خلاص ما عنديش بديل هعمل فيه شوية تجديدات محتاجة قصة كمية القرانش دي بدات انا وشوشو نعدل الفستان وبعد ما خلصنا كان لحد ما حلو رحنا على بيت حسن وامن الكمباوند كانوا رفضين يدخلونا تماما بس شوشو بقى عملت معهم مشكلة وانا لمحته في العربية كان خارج شديت شوشو وقريت وراء العربية هو احنا بنجري ليه يا بيت كنت سبتين اضرب الوقت بتاع الامن ده عشان خنقني ابن الرخ ما مش عاوز يدخلنا ما هو قالك لازم يكون عنده خبر عشان يدخلنا وبعدين عربية لينك دي فيها الراجل بتاع الشركة ده دخل المطعم مش هنعرف ندخله هنقعب نستنى بره هعيب عليك يا بيت احنا هنط من على الصور انا مالش خلق استنى بره ورايا يا بيت يا سكر وفعلا تلعن على الصور والبت شوشو رحت زقتني من فوق وقعتنا على ظهري يا مفترية اه يا ظهري اه يا عمود الفقر يا فقرك ام يا بتي مش وقتهابت عاوز ندخل للمدير هو المدخل منين هاتي ايدك يا اختي والمدخل من هنا هو دخلنا على المطعم ولقينا حسن قاعد بيأكل لوحده شوشو رحت شدد كرسي وانا كمان وقعدنا على نفس الترابيزة بصنا بكل استغراب ايه ده هونتم مين احنا لصحتنا حلوة من غير فيتامين معلش بقص للقلش حاكمت اصلا دم خفيك بس يا شوشو احب عرفك بنفسي انا سكر ودي تبقى شوق صاحبتي احنا اللي اتنين حابين نشتعل عند حضرتك في الشركة والله العظيم احنا بنصمم قويس قوي بس المشكلة محتاجين زقة من حد حاولت اقدم في الشركة بس هما كل مرة بتردوني والنهاردة شفناك هناك بالصدفة طبعا احنا ما كناش بنرقبك ولا حاجة لقدر الله ولا مثلا مثلا نطره من على الصور ابسلاتلي ادحكت على كتبه وطلعت الرسوم اتفرج عليه وعجبته قوي وكمان وافق ان احنا نشتغل معاه في الشركة وكمان طلب عشالينا ودينا الكارت بتاعه علشان نروح نشتغل معاه في الشركة كنت فرحانة قوي قوي عشان حققت اول خطوة من حلمي تاني يوم بدلنا الشغل في الشركة وكنت انا وشوشو بنعمل كل اللي نقدر عليه واكتر كمان علشان الشركة تتحسن بس الغريبة بقى ان انا ما شفتش مويب خالص وعد علي سنة جمعنا فلوس وخلنا شقة في مكان كويس وحالتنا المادية تحسنت ماضينا عقد مع شركة كبيرة وكسبنا كتير قوي واسم الشركة تعرف وتحسنت الشركة انا مش عارف اشكركم ازاي انتو عملتوا طفرة في الشركة وكسبنا في السنة الفاتي دي ما كاسب مهولة بعد ما كنت قربت على الافلاسة الشركة وفت على رجلها من تاني بفضل الله ثم تصاممكم اللي بقى لسوق بيستنى اي جديد منكم النهار ده انا بقولكم ان احسن حاجة حصلتلي في حياتي ان انتو اشتغلتوا معايا اهو شفت بقى ان احنا وشنا حلوة عليك جريت بقى يا بص ترفع لنا المرتب للمرة العشرة ايه رأيكم بقى يكون لكم اسهم في الشركة وبالمرة اتأكد ان انتو مش هتشتغلوا برا احنا عمرنا ما نشتغل مع حد غيرك يا مستر حسن حضرتك مفيش منك اتنين اصلا تستدى يا بنات انا ربنا عوضني بيكم ولايدي اللي خلفتوهم من صلبي محدش فيهم بيسأل عني ولا حتى بيهتم يعرف عني اي حاجة تقريبا كده منتظرين يعرفوا خبر موتي علشان خاطر يسألوا بعد الشر عنك يا باش ياك شو هم اللي يموت شو شو قالت كده وانا ضربتها في رجلها عشان تتلم معلش يا مستر حسن انت عارف شو شو متهورة في رضها طب ايه رأيك بقى ان ما تحاول انت تتصل بيهم وتسأل عليهم قرب منهم انت ان شاء الله نخلص بس الفترة دي واسفر لهم وبالمرة شوف احفادي السيكرتيرا دخلت وقالت المحامي برا يا مستر حسن وفعلا دخل المحامي ومضينا على الاسهم للشركة وبكده بقنا رسميا لينا نصيف في الشركة شو شو زغراتت وكنا عملينا نضحك عليها ومرة واحدة الباب اتفتح ولما شفت اللي دخل منه وقفت في مكاني مصدومة انا بقلس انا ما شفتقوش اجدعان ياه اخيرا شرفت حمدالله على السلامة يا مهيب يا ابني بصلي بكل هدوء وانا قلبي فدل يدق مستر حسن كان بيكلم مهيب وانا مش مركزة معهم خالص انا كنت سرحنة فيه انتبهت على ستشو شوية بتقولي سكر يا سكر انت بتعياتي ايه مالك يا سكر هو انت تعبنى طب اطلبلك الدكتورة تيجي تشوفك مسحت عيوني وقلت لهم وخرجت من المكتب بسرع القرم حمام وقفت قدام المراية فرحة انا قوي عشان شفته مهيب بعد الفترة دي كلها وزعلان عشان هو مش عارفني شو شو فتحت الباب ودخلتلي هو انت بتعياتي ليه هو الود اللي برا ده عملك حاجة ود ود مين هو انت بتتكلم عن مهيب ايوة ياختي بتكلم عن مهيب عملك ايه الود ده وانا رح امربط بكرامته الارض انت اي بات اهدي يا شو شو الله يهديك هو يعملي ايه يعني ده انا اول مرة اشوفه بس هو شبه واحد انا كنت اعرفه وانا شفته افتكرته ايوة 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 يكنش شبه الود العرق اللي انت كنت بتحبيه طب عشان هو شبهه بقى انا اروح عنفخولك دلوقتي يا بيت تهدي بقى هو عملك حاجة عشان تنفخيه وبعدين ده اضيف مستر حسن اسكوتي بقى مش عاوزين مشاكل هو بلاش جنانك ده هيرجعنا الايام الشقوة من تاني وانا كنت خلصنا ويت ان انا توب الا بقولك يا سكارة ايه رأيك نخرج نغير جاوه في اي مكان انا سمعت البت المفكوكة بتقول في مكان حلو قوي بتصهر فيها وصحابها مفكوكة مفكوكة مين دي السكرترة بتاعت حسن باي البت سميرة اصلي طول ما هي وقفة تلاقيها عملة تتحرك كده يمين وشمال تحس ان البت مفكوكة مش ثابتة كده في مكانها دي حتة على كلام شوشو بس والله ما حد بيهون علي غيرها خرجنا وروحنا على مكتبنا وكملنا شغل بس بلي كان دايما مشغول بيه بالليل بقى كنا خارجين انا وشوشو وكانت معانا سميرة وروحنا على مكان غريب يخرب بيتك والبيت اللي جنب بيتك اه يا مضروبة ده انت جايبانا كباره دحكت سميرة وقلت لنا يا بنتي اسمك فيه ليلي مش انت اللي قلت عايزة مكان تصهر فيه اهو جبتك استني بقى دا لسه فيه مغنيين بيجوا يغنوا هنا كمان وكمان فيه فقرات حلوة قوي قوي بس احنا اللي جنبادر لأ بقولكم ايه انا مش عاجبني المكان ده تعالي نروح في اي مكان تاني هي باية عليك يقفل فرفش عن نفسك سكر وفك كده يا حبابتي عاوزين لي فرفش ونبسط بلاش ناكد كفاية لشغل علينا دا الواحدة لما بتصدق تروع على نفسها شوية كنت رفضة ان انا عضو متضايق بس مرة واحدة لمحت مهيب ويحيى دخلين من باب الكافي كنت مركزة جدا معهم كالعادة يحيى عمال يهزر ويرغي ومهيب هاده عمال يسمعه وانا اللي بقولي البيت سيك تيت اتاري الواد هنا بس هو من الواد اللي جنبه ده دا يحيى صاحب مهيب شد انتباهك مش كده لقيتها بصتلي بقرف وقيتلي لا ولا واحد فيهم يعجبني اصلا انا عايز اتجاوز واحد كده معين حد شبه شرخان بيت انت هو انت مش كنت بتحب التوركي وقلت هتتجاوز واحد شبه بورك دلوقتي قلبت على الهندي دا كان السنة اللي فاتت كنت بحب التوركي لكن انا السنة دي بقى بحب الهنود وبعدين يختنى حرة هو انت هتجاوزيني غصبا عني دا على اساس النوة اللي ميت فيكي هو يا بيت تحد عبرك انا لو قلت يا عرسان السما دي هتمطر عرسان بس النفس بقى والمرة واحدة والحد هنا بتكون خلصت حلقاتنا بس لسه مخلصتش حكايتنا استنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي ناية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة